في بعض المهن يا دكتور بتؤثر على صفات الشخص بشكل أو بآخر فبالتالي بيتحول ممكن نبقى لسه متزوجين حديثا يعني بيبقى شخصية بعد فترة في بعض المهن مثلا ممكن الأطباء شوي بيقوا كمان تحت ضغط كبير جدا بعد شوية ممكن المهن دي تؤثر على الشخصية هل ده صح ولا غلط وهل إنه ممكن مش هقول الزوج يعني مش هحدد كلمي بالزوج فقط يعني إن كانت زوج أو زوجة لأنه لو مرأة عاملة برضو أكيد بيبقى عندها ضغطات في الشغل بالمناسبة ففكرة التغير اللي بيبقى بسبب الشغل ده إزاي نقدر نتعامل معاه هو زي ما حريك بتقولي فيه مهم مثلا يعني ساعة الزوجة تقول إيه ده هو مهندس بيتكلم مع العمال باللغة معينة وما بيرجع البيت بينفعل بنفس الطريقة بيكلمني كده بيزع مع الولاد كده في حد مثلا عصبي قوي في شغله فبيرجع برضو يمارس ده أو هو قيادي في شغله فبيرجع يتعامل معهم في البيت على إنهم مرأوسين بيتعامل معهم بنفس الطريقة ده شخص بيبقى مش عارف الفرق بين الشخصيات اللي قدامه يعني هو في الشغل فاهم الفرق بين مديره وبين زميله وبين المرأوس بتاعه وفاهم يكلم كل واحد إزاي في البيت هو برحته بقى يعني أنا عايزة تنرفز مهندة عشان أنا المدير يعني مش عايزة تكلم دلوقتي هادخل وقفل علي باب القوضة عايزة زعى عايزة طلع الطاقة اللي جوايا أنا عايزة الناس تفكر تعمل حساب اللي معاها إنه مش هيستحملك كتير وبيتأثر بيك تأثير سلبي ففي حاجة يصح عملها أو حاجة لأ لو الواحد مش عينه على الموضوع ده غالبا بيتأثر يعني زي ما قلت كده الأطباء احنا مثلا كأطباء نفسيين بنسمع قصص كتير قوي في العيادة من المرضى لو الشخص مستثبت في مشاعره ممكن تأخذي الكلام ده وتبتدي تحوليه على الناس اللي في البيت مثلا نظرني النهاردة حد وقال إنه بيشرب مثلا نوع من المهدقات أو سجير أو حشيش أو كده هبتدي أشك في أولادي هم هم كمان بيعملوا كده هو أتأخر مبارح عشان كده وكان مع صاحبه بيقدي ده فبتدي أتحول بالفكرة دي على اللي معي لأ أنا لازم أفصل بين الشخص اللي كان قاعد قدامي في العيادة واللي في البيت وزروفهم وعلاقتنا بتحتاج شوية إنه احنا ننتبه إنه احنا عايزين نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية يعني ساعات بنحس إنه دي حاجة موجودة مش هيجرى لها حاجة أنا ركنها هنا وبروح واجه إياه زي ما هي لكن لا هي مش أمر مسلم بيه هي ممكن نفقدها وممكن يعني يحصل فيها مشاكل ويحن مش واغدين بنا طيب دكتور نهلا حضرتك اتكلمتي في الأول وقلت يعني أنت جاي مثلا هتناقش فقرة معينة فمجاهز لها بعد ما بتخلص شغل أنا بروح البيت خلاص يعني بفصل في بعض المهن بيبقى صعب على الموظف إنه هو لما يروح البيت إنه يقفل باب ويفصل مثلا لو مدير في مكانه مطلوب منه متابعة العمل طول اليوم لكن العمل شغال 24 ساعة إنما هو بيدخل ياخد الفترة بتاعته ويروح إخواتنا اللي شغالين في المبيعات مثلا وليهم ارتباطات بالسوق وعلى طول تليفونات 24 ساعة الناس دي أعتقد بيكون صعب عليها أو إن هي تفصل زي ما كنا من الكلام في البداية هو لو فصل الموبايل هيفصل طيب إزاي ما هم يقدرش يفصل الموبايل يعني لأن دي مسؤوليته برضو إحنا بقينا بنعمل إيه أنا مثلا يجيلي تليفونات طول النهار إنه في حد تعبان في حد حالته متدورة في حد يروح المستشفى قبل ما بفصل الموبايل بنزل رسالة إن بعد الساعة كذا اتصل بالمستشفى أنا لو عملت سكاديول إنه أنا برضع تليفونا مثلا من فوقت العمل اللي هو مثلا من 9 إلى 4 بعد 4 في حاجات بتحصل في الفترة دي يا إما هتتصل بفلين إما هتبعت لي رسالة وأنا هشوفها لو ظروفي تسمح بس أنا لازم أحافظ على المكانة اللي في دماغي إنها تفضل يعني بتشحن بطريقة صحية خد بالك من حاجة إحنا مثلا ممكن يكون عمري 40 سنة بس استهلاكي لجسمي إن أنا ما بنامش وقت كافي بفكر كتير منفعل زيادة عن اللزوم ضربات قلبي سريعة ضغطي عالي أكلي مصصحي ده بيخلي عمري مش 40 سنة بيخلي عمري 60 سنة فبستهل الجسمي بدري ناس اللي بيجي لها سكتات قلبية وبتموت فجأة أو بمسلا مناع عندهم بتبقى ضعيفة قوي أو بيبقى على الطول بيعاني من إرهاق وده بيأثر على تركيزه كل ده استهلاك لطاقتك بطريقة سلبية هتخلي بدل ما اشتغل 20 سنة زيادة لأ أنا يعني بيقل طقتي وبيقل انتاجيتي لأن استخدامي لها مش صحي همه ترجمة نانسي قنقر